انا ويسام الزيادي اوتور كومبوزيتور فيولونيست شانتور في بروة بروة هي مجموعة موسيقية تكونت اواخر 2021 ومتكونة من عديد الموسيقيين من تونس من فرنسا من ولندا بروة بدأت المشروع في ولندا بدأ في زيارة تارق المعروفي جاء قعد بحدها جمعة في ولندا من غادي بدأت الحكاية ومن غادي انطلق المشروع بروة بروة متكونة من تارق المعروفي گيتار ورانجمان نبيل برجاب اوود وانرجمان 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 فرانك نورمان فرانك نورمان فلوت كلارينات كلارينات باس كلارينات التو سليم السباح بيركسيون بيترباوت كنترباس وعنا معانا كنترباسيست واحد اخر يجي معانا لتونس ياسمين ولا دونك بروة من العالم الكل معانتها من نفس تونسي اما فما معانتها برشا كي ما نقولو برشا انرجي برشا بلاي سخرين وبرشا ثقافات اخرى هي اللي خليت بروة تكون مختلفة شوي على الوروبات اخرين كلمة بروة منين جيت بروة جيت الجارجون طالباحارة في قليبيا بروة سي لابخو بروة بالخشم طالباتو تقولو بروة معانتها ديمة طول ديمة القداب تيبخون لكاب وديمة تمشي القداب دونك نحنا نتصور معانتها الموسيك انت انا كنت هي الطعم برافور للي موسيكين اللي نرمينو الموسيك انقولو تراه اسمع اقولي سي بو هاني جاي لحظة هاني جاي لك بالحب بالحب انت على الموسيكا وبالحب لبعاظنا تكونو تبروه وشوية بشوية وهنا تقوى بحديكم في تونس موسيكا 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 الانسبيراسيون تونس اما ما تناجم تخرج الانسبيراسيون ذيكا الا ما يظهر ليها انا حاسب التجربة انتاعي الا كيتبعد عليها كيتبعد عليها وتشوف حاجات جدد فما برشة انسبيراسيون وفات مك الحياة الكل اللي عيشتها فعتيو عاينا كل فين الموضي نتاكيقي على تونس ونحنا نغنيو بالتونسي nonctons في وسط الموسيكا التيعنا والميزيكاليتي حتى الموسيقى التونسية الايقاعات التونسياء كينك في قليبيا الأريتم تاحسسة عنا الله يرحمها حنانة في قليبيا صلوحها الليه يرحمها معروفة معناتها لمفاماش دار وعندها رتم ياسر سباسيال من الول لاخر معناتها اللي هو الريتم اللي انسپيري انسپيري من اسمينينا منه الريتم تاقليبي اللي اغنية مع تاقليبي هي حصلوها تب بطرا قطرا 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 قاينيك في قليبي يا ذايب مع تفهم الريتم ذاك محلول شوية من الانسپيراسيون جيت من غادي لانسپيراسيون تونس في كل شيء كلام موسيكا ريتم عيشة الولاد كيجيوني يراول الولندا اخر مرة عملنا عشرة يام ريزيدانس وعملنا ثلاثة كونسارات في ولندا الماكلة التونسية مقرونة ونملوخية والعجج والدنيا معانتا انا الطباخ معانتا في بروة دونك حتى الماكلة التونسية بيتر اللي حكيت لكم معلي كيجي لتونس كيرا وهز الريسة معاها من تونس معتا شيخ على الريسة تعباباز دونك تقعد الانسپيراسيون تونس ويقعد الحب بتونس انا كنت راو ما تنفسش انو معانتا انا والبيب الزيرة وسكنت 12 سنوات في الكرام وخير الدين وواحد معانتا اصحابي وفي الموزيكا وبرتو معانتا نمشي من هذا نقعد مع هذا مع هذا في داري وصغاري ودرا شنو معانتا ما عندكش الهواء ولا نفس بشناجم حتى تخمم في شنو تحب تعمل الخدمة الدار الصحاب الجو درا شنو هذيك هو دونك غادي ولا عندي متى ساعة من الوقت كما اقول وانتي واحد يقعد يلغي في الاشي يخمم يحزن شوية دونك الانسپيراسيون تعتونس جاتني خليت خليت هونت علي مفات دونك استعملت هاليانا كيمة انا هواسيلة بش 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 من اغادي بدهت الكتيبه انا مكورش نكتب وهو بني كتب مع القولترا كتبت اه انكوبلى في اخر غنية تجري أعطيتك مثال ياسر بسيط قبيلة قلت لك نحن في ولندا بشي منبربو في اسباس بمانيفيك بمانيفيك بعشرة أورو في النهار وتلبيري حكرينا الماتريال في تونس بثلاثة مئة وخمسين دينار بمئة أورو معناتها في النهار هذا اللي يخلي أفهم إمكانيات معناتها موسيسينا توا بشي لمم جروبو بشي لعب يا بشي يمشي الاسباس بشي حط برشة فلوس يا بشي كري الماتريال بشي حط برشة فلوس كارتسون لهنات بثمانية وخمسين دينار وبماليون في الأوروبة بستين أورو موسيسينا يلقى أما ما هوش الماتريال هو كل شي أو الكنسير عملناه في هولندا كيفشي تفهمت مع السال بتبيع هزنا هزني صاحبي هو ليحلي البابة تفهمنا في خمسة دقايق السالة بلاش وغزر لي قال يتحب تعمل تيكيات دانتري قطلو عادها شنح شمال أروحي شوية قطلو بالله في الأخير علش تعملو علش عملت معي هك قال يرانا نحن ناخذو في دي فان سبيسيالما للعباد والغروبات اللي كيمكنتو ممانتا الديبوتان اللي مزيلو أول كونسير ثاني كونسير دونك أنا ناخذ عليك في فلوسرا كان جينا في تونس أنا نعرف القداء بالقداء عندي أقل حاجة وثلاثين سناف في دومان أنا في تونس حتى كان عنده فان مش الكل مش الكل يزيد يخو عليك زادة والفان يمشي في حاجات أخرين وما ينفعش به الميزيسيين وما ينفعش به الجن اللي قاعد طالع يتوم أنت ذاكو هو نتعذمنا برشة بش لعنا أنا شو نقول صناع القرار في الموسيقى ماذا بيهم حاجة في الانديسترية الميزيكال ماذا بيهم حاجة ميديوكر اللي وقت يفدوا منها ينجم ويجيبوا أي واحدة أخر أي جنتي شوية أوتو تون شوية أدرا شنوة بوم كوميونيكاسيون ويواليستار بيان كيبشي تتعامل مع ديفرين ميزيكين موش نجامهم على خاطر مليان على خاطر عنده ثقافة موسيقية اتر على خاطر يعرف وين يحب يمشي ويعرف شنو ما يحب يعمل ويعرف وحمد الله عنا منهم في تونس ديفرين ميزيكين هذوما وبيش يقعدوا وبيش يكملوا وهذاك هو صحيح الأخرين كما نقول ونحن الكل هم ما غير ذكر أسماء إفمار بشي جي منهار ومعاش ما عاش تسمحها النغمة هذيك بشي جي حاجة أخرى بشي جي موضة أخرى وهذاك هي تنسى بشي جي موت بيان كالحاجات اللي البنسي وركزين فما واحد نجميل سهدي جويني افك توت لا سمكليستي كي لا في الواء وفي الريتميك وفي الانسيما وفي الكل شئ أول حاجة كي تبعد على البلاد تولي تهتم با أكثر مني في وسطها وتولي كل لحظة ماذا بيك تعرف الأخبار وماذا بيك تدخل وخطرك بعيد أنا كي كنت عايش في تونس ما نتفرش في الأخبار ما نلوش تسمح على الفورمسيون في العطار في جيران من عند صاحبك من عند مدونك أما ما نحطش نتفرج في الانترنت في فيسبوك ولا في راعد ولا على يوتيوب ولا باش نلوش على شين تليفيزي باش نلوش وندخل ونشوف الوضع ونشوف الواحد ونحس على بلادي برشة معناتها ما عندي حتى حل أنا كانت في سنيني بش نقول لك الحل معناتها راني أنا كيفاش أنا زادة نقول في شعر كبير راني أسمع الحاجات اللي كتب فيهم كل أنا بالنسبة لي أنا محاولات كتبة ماني شعر مانيش كاتب محاولات نحاول جست أفاك ديريم أفاك حاجات موزونة نعبر باللي نستطيع وباللي النجم ومذابية الموزيكة نتعنا تمشي أكثر ما يمكن في تونس وخارج تونس مش مقولش للتهذيب الضوق نقول باش نوصلوا كلمتنا وباش نوصلوا كلمة نتعنا الأكثر ما يمكن فمشي ملعبات تسمعنا باش قاعدين نقولوا على خاطر الكلمة مهمة ياسر الكلمة ميزانة ذهب بتعبر على الغدرة والحب كلمة داوي كلمة تجرح وترجعنا لها يمت الحاجة الوحيدة اللي نحنا النجم ونعملوها كون نحنا نعبرو على اللي تانتعنا وعلى الحياة اللي عشناها ولي قاعدين يعود تشوفها بالكلمة وباللحنة هذك سلحنا تقولي تشوف روحك من جم مكلاسيفي با منحطش روحي في كلاس منحبهاش داويور كلمة على خاطر الموزيكة هي في حد ذاتها أنا كنت نموت على أبو ماري داويور ما سمعته ما نفهم منه حتى كلمة من الأولى ما نفهمش العنجلية هنا ما نفهم منه نموت على الموزيكة كيف كيف منك فلويد داويور ما عرفته ما نفهم حتى كلمة شوية بشوية الموزيكة هي خليتني نسمع الكلام هاي تيتشر ليب داويور كي تصور وهذاك عليش معناتها سلاحة خطير ياسر ممكن يكون أخطر من لقنبو مش أخطر من القاعد يسير توا معناتها ميبو بالنسبة لي نحنا أكثر حاجة نجمو نعرف ونعملوها أكثر حاجة نتفنو فيها هي هذيك حاجتنا دونك نستعملوها بش نعديو الميساج نتاعنا وبش نعديو الكلمة نتاعنا وكاوتو سنبلو ماو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة